مونير بويسي المدير عام وكالة تنمية أقليم الشمل تظاهرة اليوم هي احتفالية بتصنيف مدينة تطوان مدينة مبدعة في كيف كان عرفوا في إطار استراتيجية الوكالة لتثمين التراث المادي واللا مادي عملت الوكالة بجانب الجماعة الحضارية وكذلك بالشركاء كوزارة الثقافة كالسلطة المحلية من أجل إعداد ملف لتصنيف تطوان كمدينة مبدعة والحمد لله هذا الملف لقاوحت صدرحب من الجميع لا من اللجنة الوطنية ولا من جنة الدولية وتم تصنيف مدينة تطوان يوم 31 أكتوبر 2017 كمدينة ثالث مدينة عربية لاخدتها التصنيف وكيف كان عرفوا الحمد لله الجهة الشمالية وخاصة الجهة تنجة تطوان الحسيمة معروفة بثقافتها بفنها بتراثها المادي واللا مادي وهذا التراث فهو كمنتوج ثقافي من أجل إنعاش وتطوير السياحة وخاصة سياحة ثقافية والسياحة الجبلية بهذه المنطقة فالوكالة في إطار استراتيجية ديالها كتدعم هذه المدن والحمد لله كيف كان تعرفوا الجهة تنجة تطوان الحسيمة معروفة بثمانية للمدن العاتيقة وكذلك معروفة بتراثها المختلف ما بين جماعة جماعة وما بين إقليب إقليب ولا بد من تتمين هذا المنتوج ولا بد من تتمين هذا القطع ترجمة نانسي قنقر